اشتركوا في القناة ومدير تنفيذي سابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل في احتفال كبير أقيم مساء أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تم منح جائزات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة إلى السيدة أنت باجوكا الوزير السابق للأراضي والإسكان والتجمعات البشرية بجمهورية تنزانيا والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل وقد شارك في الاحتفال الذي نظمته مملكة البحرين بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من بيتر تومسون رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة وأحمد أبو الغيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور عبداللطيف زياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز السعود وبحضور حشد كبير من الوزراء والديبلوماسيين وموثلين عن الدول العربية والأجنبية المهتمدين لدى الأمم المتحدة إضافة إلى كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية ولفيف من رجال صحافة والإعلام وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة السيد أنات باجوكا على نيلها جائزة سموه للتنمية المستدامة تقديرا لأسهاماتها الكبيرة من خلال المناصب التي تولتها في دعم جهود التنمية المستدامة في العديد من دول العالم وأكد سموه أن السيد أنات باجوكا شخصية دولية جديرة بالاحترام والتقدير نظير الجهود التي بدلتها لتعزيز أطر التعاون الدولي التي تخدم أهداف التنمية الحضرية والمستدامة وبصماتها الواضحة من أجل ترسيخ أسس عمل جماعي مشترك يحقق هذه الأهداف الإنسانية النبيلة وأعرب سموه عن شكره وتقديره للسيد أنات باجوكا على ما أبدته من تعاون مستمر وبناء أسهما في تطوير علاقة مملكة البحرين مع برنامج الأمم المتحدة للمستطنات البشرية الموئل وأثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة في البحرين على صعيد التنمية بمختلف أبعادها وأشار سموه إلى أن الجائزة ركزت على مساندة المبادرات الفردية والجماعية على صعيد التنمية المستدامة لا سيما في الدول النامية ونالتها مشروعات متميزة من بورك نفاسو والبرازيل التي استطعت تحقيق أفضل الممارسات وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى قطعت أشواطا كبيرة وهمة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مضيفا سموه إلى أن ذلك يتم من خلال رؤية متكاملة للتنمية تهتم بمختلف المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها بغية الوصول إلى أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين معتبرا سموه ذلك أولوية قصوى ونوها سموه إلى حرس مملكة البحرين على مواصلة العمل في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة وبالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة وذلك ارتكازا على ما أحرزته من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشهادة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الإختصاص وفي بداية الاحتفال الذي أقم بمقر الأمم المتحدة ألقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية كلمة رحب فيها بالحضور وقال أعرب عن خالص اعتزاز شعب البحرين بالقيادة الحكيمة والتزام حكومة البحرين بقيادة رئيس الوزراء بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأؤكد أن حكومة البحرين تحت رئاسة سموه تمكنت من إنجاز الأهداف الإنمائية ومهدت الطريق لتنفيذ الفعال للأهداف التنمية المستدامة إن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة تعكس تقدير سموه للجهود المبذولة من قبل الأفراد والمنظمات والمؤسسات في مجال التنمية والحرص على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول حققت مملكة البحرين في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية معدلات مرتفعة جدا على صعيد التنمية البشرية وذلك لكونها قد سجلت معدلا نمو مرتفع بلغ 5% خلال السنوات الخمسة الماضية من جانبه أعرب رئيس الجمعية العامة في دورتها الحد والسبعين السيد بيتر تومسون سفر جمهورية فيجي لدى الأمم المتحدة في كلمة له في الاحتفال عن تهانيه لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إزاء مبادرة سموه الإبداعية في إنشاء جائزة للتنمية المستدامة في هذا الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على تضمين أهداف التنمية المستدامة في خططها الوطنية كما أعرب عن سعادته للمشاركة في هذا الاحتفال الهام ولفت إلى أهمية هذه الجائزة التي تعمل على رفع مستوى الوعي في أهمية التنمية المستدامة معربا عن تهانيه للسيدة أنها تباجوك لنيلها هذه الجائزة الرفعة دعيا إلى مساهمتها المستقبلية وتوظيف خبراتها في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إن جائزة الصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة تمنحنا فرصة للتأمل والتفكير لكي نضع أولئك الذين يجسدون المثل العليا والمبادئ لسكن لائق ومتحضر ومستدام في دائرة الضوء كما أنه يتيح لنا أن نؤكد من جديد أن التقدم ليس مرغوبا فقط ولكن الأهم من ذلك أنه ممكن بعدها ألقى سيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان كلمة قال فيها إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضع منذ بداية تحمل سموه مسؤولية رئاسة الوزراء خطة واضحة لدولة حديثة متطورة تقنيا مع اقتصاد نابض بالحياة ومستقبل مستدام وتقديرا لهذه الإنجازات حصل سموه على العديد من الجوائز إن مملكة البحرين قطعت خطوات كبيرة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وأسهمت هذه الإنجازات بشكل نجابي في تحقيق رفاهية المواطنين في مجالات الصحة والتعليم وغيرها ولذلك فقد تم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجاوزها في عدد كبير من مناطق البحرين بعدها ونيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قام الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وبمشاركة كل من وزير الإسكان والشيخ حسام بن عيسى الخليفة بتقديم جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر للتنمية المستدامة إلى السيدة أنا تباجوغا متمنين لها دوام التوفيق والنجاح ثم ألقت السيدة أنا تباجوغا كلمة أعربت فيها عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على منحها الجائزة قائلة إنني أشكر بعمق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأتقبل بامتنان بالغ هذه الجائزة نيابة عن جميع الذين عملوا معي من أجل تحقيق هذا الإنجاز وأؤكد أن التنمية المستدامة ستتحقق على أيدي قادة ملتزمين بجدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة مثل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مشيرة إلى أن فكرة الجائزة تنطلق من كونها رمزا للالتزام بتحقيق وتنفيذ الأهداف التي حددها المجتمع الدولي لنفسه فضلا عن الجائزة تثير في النفوس وضوحا وجدية جدول الأعمال المطروحة بخصوص التنمية المستدامة وبهذه المناسبة نقل الشيخ حسام بن عيسى الخليفة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وتهاني سموه للسيدة أن تبجوكا لنيلها هذه الجائزة تقديرا لإنجازاتها أثناء توليها مسؤولياتها بالأمم المتحدة ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول العالم وفي بلادها كوزيرة ونائبة برلمانية وإسهاماتها الكبيرة على الصعيد التنموي وقال الشيخ حسام بن عيسى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يؤمن بشدة أن مسؤولية القائد هي ضمان الأمن والاستقرار ومراعاة مصالح البلاد والمواطنين وأن سموه كرس حياته لهذه القضية النبيلة وهو ما كان محل تقدير إقليمي ودولي كبيرين وأضاف نحن تعلمنا ونتعلم كل يوم من سموه المعنى الحقيقي للعمل القيادي فهو القائد الحكيم الذي سخر نفسه وحياته للحفاظ على البحرين وتماسك شعبها ومن هذا المنطلق أنشأ سموه جائزة باسمه لدعم وتقدير كل من يعمل على خدمة وطن وقد تبع الحضور فيلما وثائقيا يبين إنجازات مملكة البحرين على الصعيد التنموي واستعراض الجوائز الدولية التي نالها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من قبل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية إضافة إلى نشاطات سموه وجهوده لأجل رفعة وازدهار المملكة وعلى هامش الاحتفال تم تنظيم معرض صور وتوزيع كتاب عن إنجازات التي حققتها مملكة البحرين والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليها البحرين وما حققته من تطور هام وكبير في ظل عملية التطوير والتحديث التي تعيشها إنها مناسبة أخرى لإبراز المجهودات الجبرة لقادة مملكة البحرين على صحة الدولية بأهداف سامية تسعى دائما إلى تحسين الأوضاع الإنسانية بكل بقاع العالم فيروز الكرواني تلفزيون مملكة البحرين نيويورك